السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حلقتنا من الأخبار الفلكية عن كوكب عطارد كوكب عطارد اللي يوم الجمعة واحد كانون الأول ديسمبر اللي هو واحد اتناش رح يعمل مجموعة حركات في هذا الشهر ورح تمتد لشهر واحد تقريبا وهي أنه رح يكون في حركة أمامية رح يتراجع رح يرجع من الجدي بعد الدخول لألو رح يرجع للقوس بعدين بكمل عملية التراجع بعدين برجع للحركة الأمامية يعني في عنا كثير من الحركات لألو بالنسبة لكوكب عطارد رح نحكي بالتجزئة أول إشي عنا الآن اللي هو من عصر يوم الجمعة تحديدا اللي هو ساعة 231 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش كوكب عطارد رح ينتقل لبرج الجدي من برج القوس لبرج الجدي بحركة أمامية ورح يظل بالحركة الأمامية هاي لغاية الساعة 7 و 8 دقائق من صباح يوم 13-12 بعدها بده يبدأ بعملية التراجع عملية التراجع هاي رح يعني تستمر اللي هي المرحلة الأولى لإلها انه رح يتراجع في برج الجدي ورح يظل يتراجع لغاية يوم 23-12 اللي هو صباح 23-12 الساعة 6 و 17 دقيقة صباحا بيرجع من برج الجدي لبرج القوس مرة أخرى عشان بعد شوية رح يشرح لكم شوية يعني بيرجع للأشخاص اللي يعني بتابعوني جديد أو ما بيعرفوا هاي المسألة بالذات فرح أشرحها بعد قليل فقولنا انه رح يرجع يوم 23-12 الساعة 6 و 17 دقيقة صباحا متراجعا رح يرجع لبرج القوس ورح يظل موجود في برج القوس متراجع لغاية الساعة 37 دقائق من صباح يوم 2 و 1 ليرجع للحركة الأمامية ولكن رجوع للحركة الأمامية بيكون في برج القوس يعني في رجعة ثانية رح يرجع لبرج الجدي مرة أخرى بعديها طيب عشان نشرح شو يعني تراجع هو الكوكب مش برجع لورا يعني ما بتراجع يعني بيكون ماشي باتجاه فجأة بصير يرجع لورا أو بوقف وبرجع لورا لا هو بيصل لمرحلة انه بصير بطيء جدا أو بيوقف عن الحركة مش وقوف تام بطء عالي جدا فهذا البطء بيخلي الكواكب تمر من جنبه أسرع منه فهو يتراجع بالنسبة للكواكب يعني هو من المفروض أن الكواكب السريعة فكل الكواكب بتتراجع إلا الشمس والقمر هذول الاثنين اللي ما بتراجعه فعطارد عادة بتراجع ثلاث مرات كل سنة السنة هي بدأ السنة بتراجع وأنهاها بتراجع فيعتبر أربع مرات عشان هيك يعني عملية التراجع اللي هي برضو نشرحها مرة ثانية أنت لما تكون ماشي بسيارتك وفي شخص بمشي على الشارع هيك جنبك أنت مريت من جنبه وبمشي بس أنت أسرع منه فبيبين لنظرك هيك أنه برجع لورا ولكن فعليا هو بتقدم ولكنه أبطأ من سرعة سيارتك هذا هو المقصود بعملية التراجع لازم أنوه لإلها عشان كثير أشخاص بسألوا يعني إيش بصير يرجع لورا طب ما إحنا منشوف أن الكواكب ما بترجع فعشان نبين المسألة هاي للجميع طيب اليوم إحنا ما رح نحكي عن كل الحركات هاي في الحلقة هاي عشان ما نشتت الجميع إحنا اليوم رح نحكي عن الانتقال والمرحلة الأولى رح نقسمها لمراحل المرحلة الأولى اللي هي من يوم 1-12 اللي هو يوم الجمعة لغاية صباح يوم 13-12 هاي اللي هي الحركة الأمامية بعدها بنعمل حلقة ثانية بنحكي فيها عن عملية التراجع وبعدها بنحكي عن تراجع للقاوس وبعدها يعني بالتفصيل عشان ما ينتسى اللي بينحكى كوكب عطارد زي ما دائما بنحكي هو المسؤول بتأثيراته على القدرة على التفكير نقل الأفكار للغير برضو تقوية الذاكرة الذكاء الكتابة التحليل قوة الحدس وبيتحكم في الاتصالات والمواصلات يعني بتحكم في السيارات، في الطائرات، في البواخر، والمواصلات كل شيء بيتعلق بالاتصالات عفوا أجهزة إلكترونية كمبيوترات أو أشياء من هذا القبيل بالنسبة لصفاته معروف أنه هو بعض الفضول العفوية قوة الاتصال والتعبير عشق الحرية قوة التفكير برضو بعض التحليل للأمور بشكل واسع جدا وقوي جدا وكثرة الحركة ولكن هاي الصفات اللي هي احنا بنسميها الصفات الإيجابية لما بيتراجع أو لما بصير سلبي أو بشكل زوايا سلبية بيعطينا عنصر واحد وهو السلبية العصبية العصبية الحدي جدا اللي بتكون متسرعة خلال الفترة المذكورة طبعا اللي هي اللي ذكرناها اللي من واحد اتناعش ليوم ثلاثتاش اتناعش بيشعروا موليد برج الجدي بقوة الفكر والقدرة الجيدة لتحليل الأمور أو دراسة الأمور وبينشطوا بالدراسة والمطالعة والاتصالات والسفريات وبصير في عندهم قدرة عالية جدا على الإقناع إقناع الغير بوجهة نظرهم بالمقابلات بالدراسة بالتحليل بالتسويق بالأمور هي كلها وبرضو بيستفيد معهم موليد الأبراج الترابية اللي هم الثور والعذراء والمائية اللي هم السرطان والعقرب والحوت وكل شخص لما انولد كان موجود عنده عطارد في برج الجدي في خارطة الفلكية لما يشوف أنه عطارد كان موجود في برج الجدي هذولا برضو من الأشخاص اللي رح يستفيده بشكل أكبر بالنسبة للزوايا لأن الزوايا زي ما دائما بنحكي هي اللي بتحدد سعودة ونحوسة الكوكب أكثر من صفة أنه هو في وباله في هبوطه في شرفه في مش عارف إيش هاي كلها تعطيه نسب ولكن النسب الأعلى بتكون من الزوايا اللي بشكلها هي اللي بتعطي القدرة العالية لأنه عادي ممكن يكون عطارد موجود بشرفه مثلا أو في بيته أو يعني في الجوزاء أو في العذراء وبكل القوة ولكن بفترة وجوده كلها بشكلش غير زوايا سلبية أي إيجابية رح يعطينا إياها يعني ما رح يكون فالاعتماد دائما بيكون على الزوايا هي اللي بتحدد هاي النقطة خلينا نشوف أهم الزوايا اللي رح يشكلها مع الكواكب الأخرى وعلى أساسها منحدد هو سعيد ولا منتحس أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تزديس إيجابية رح تكون بين عطارد وبين زحل هاي الزاوية رح تكون يوم اثنين اتناش ذروتها طبعا بتعزز قدرتنا على تحليل الأمور مناسبة للعمل الفكري والمقاومة الجسدية بنتصرف بحكمة وبنتثابر في أعمالنا أو مشاريعنا وبصير هذا الوقت المناسب لتنفيذ أعمال فكرية بتطلب التركيز أو لإنجاز مضاربات عقارية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين عطارد وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون يوم ثمانية اتناش بنتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري كما أنه هذا الاتصال بيزيد من احتمالية السفر والاتصالات بيزيد من ميل للعلوم الطبية والأستاذة والأمور الدينية وبيدفعنا لممارسة وظيفة حرة هذا التحول بيعطي هاي الفترة فترة مناسبة لاتخاذ القرارات على المستوى المالي أو المادي أو القيام بخطوات بتمنحنا ترقي في وظيفتنا أو حل خلافات أو دعاوة قضائية بشكل ودي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الأخيرة زاوية تزديس إيجابية رح تكون بين عطارد وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون يوم 11-12 بتعزز المواهب الفنية والأدبية بتجعلنا ميالين للتسامح مريحين خفيفين الروح هذا الوقت المناسب للحياة الاجتماعية والعاطفية والتواصل مع الآخرين بتستفيد من الراحل اللي بتوفر لها لإلك هاي الزاوية بالدعوات اللي بترافقها سفريات أو تسلية طبعا كل شخص لما نولد وكان موجود عنده عطارد في برج الجدي هدول الأشخاص عادة بتنطبع عليهم صفة وحدة وهي إنهم هدولة جماعة ما بيتسرعوا في اتخاذ القرارات بفكروا بشكل عملي موضوعي وبرضو في نفس اللحظة دائما بجنبه العاطفي في أفكارهم أو بفكروا عقلانيا أكثر يعني عمليين ناس عمليين بفكروا عقلانيا أكثر الآن بدنا نشوف إيش التأثيرات على جميع الأبراج فعشان هيك بنصحك تسمع برجك وطالعك هذا الكلام اللي أنا راح أحكيه هو تأثيرات راح تكون من يوم واحد اتناعش ليوم ثلاثتاش اتناعش فعشان هيك اسمع برجك واسمع طالعك برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا عطارد راح يكون موجود في الجدي اللي هو يعتبر البيت العاشر بيت السمعة بالنسبة لإلك وبيت علاقاتك مع المسؤولين فأبعطيك القدرة على النجاح في المجال العملي علاقاتك مع المسؤولين في العمل أو المسؤولين عنك في علاقاتك مع أشخاص من أصحاب المواقع المهمة في المؤسسات أو الشركات الكبرى فترة جيدة تعتبر هاي لترقيات لتطوير المكان الاجتماعية عاطفيا ممكن أنه هيك في شخص بيجي من موقع قريب منك رئيس قسم أو رئيس مركز بيتقرب منك وبيحاول إظهار مشاعر عاطفية هذا الشيء يعني ممكن يسبب لك بعض ردات الفعل فعشان هيك حاول أنك تكون ودود وتفهم مرامي بشكل جيد برج الثور بالنسبة لما أوليد برج الثور طبعا هنا وجود عطارد رح يكون في البيت التاسع فرح يعطيك طاقة عالية جدا بأمور اللي هي نشاط بالأوراق والمعاملات الرسمية اللي بتتعلق بالسفر الخارجي أو للعمل أو للدراسات العليا وبرضو يبنحك كثير من الفرص هذا الشهر للانتقال لبلد آخر بمساعدة بعض المقيمين في الخارج أو بواسطة عقد أو عقود بتعرض عليك عقود عمل أو عقود زواج برضو اللي بيكون عنده امتحان قبول في إحدى الجامعات فهي فترة مناسبة لذلك برضو بتعطيك كثير من الأفكار الجديدة بتنشط بالاتصالات الخارجية وتبادل الأفكار والحوارات الخلاقة عاطفيا يعني بيجعلك عطارد شخص عميق وصاحب رؤية في علاقاتك بمن تحب وبتحاول تدعيم هاي العلاقة بأفكار وخطط واضحة جدا بالنسبة للموليد برج الجوزاء طبعا هنا بتكونوا منشغلين بهاي الفترة بالأمور المالية المشتركة اللي هي الأموال اللي بيكون معك شريك فيها اللي هي مثل الأموال المنقولة، الإرث، العقار، بعض الديون، القروض وبعض المشاكل المتعلقة بالميراث ممكن تجدلها حلول متميزة في هاي الفترة بتكون محط اهتمام مواضح خصوصا إذا كنت بتعمل في مجال الحقوق والقانون ممكن تكسب قضية عالقة من فترة طويلة وبرضو اللي بيكون عنده دعوة قضائية بيبادر لحلها في هاي الفترة عاطفيا بتجد أفكار جديدة للدعم علاقاتك العاطفية وبتميل للحوار البناء مع الشريك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان دخول عطارد لما يكون مقابلك تماما وبرضو في بيت الشراك المالية والعاطفية بيحمل لك كثير من الأفكار الخلاقة والعميقة للتعامل مع الشريك العاطفي بتجد أن العلاقة بينكم بتميل لنوع من أنواع الوضوح والصراحة اللي كنت بتفقدها أو بتفتقدها سابقا ممكن تعلن في هاي الفترة خطوبتك أو تبادر لرسم الخطوط العريضة لمشروع زواج قريب ممكن تجد نفسك في مجال العمل مندفع لتوطيد علاقة الشراكة وتوضيحها ورسم خطوطها العامة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا هنا التركيز رح يكون على العمل وعلى الصحة على علاقاتك بزملائك بتجد نفسك مدفوع بطريقة عميقة للتعامل مع زملاء العمل ممكن تحاول التقرب من المحيطين بشكل مبالغ فيه أحيانا بتختفي عموما شخصيتك التحكمي والقيادي بهاي الفترة بتظهر شخصيتك العميقة ذات البعد اللطيف المتفهم يعني بالمحاور كلها بتدرسها بتحللها بتناقش فيها هناك علاقة جديدة ممكن تنشأ مع أحد زملاء العمل وبسودها الألفة والمودة وممكن تتطور لعلاقة حب حقيقية عليك الانتباه قليلا من صحتك في هاي الأيام لسيما فيما يتعلق بالاضطراب أو اضطرابات الهرمونات بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا يعني الفترة الماضية كانوا كثير من موليد برج العذراء يبيشتكوا من سوء الحظ والطالع والمعاكسات هاي الفترة هي الفترة الأفضل للبدء بأفكار جديدة وخلاقة ودعم لإلك هذا كوكبك فعشان هيك هو رح يكون في البيت الخامس فمنعتبر انه هذا شهر أو هاي الفترة فترة ترابي بامتياز حاول تستغلها قبل بداية التراجع لانه رح تتأثر من التراجع بعد يوم 13-12 فعشان هيك على المستوى العاطفي على المستوى المالي رح يكون في كثير من الأشياء والحضوض اللي بتكون دعملة إلك كما انه في كثير من فرص المال اللي رح تجيك بالفترة القادمة وقدرتك على استغلال الفرص والحضوض بتلحب دور كبير بالنسبة لك من عدة مصادر مختلفة حاول انك تستفيد منها الأجواء الداعمة عاطفيا عندك فرصة جديدة للارتباط أو البدء بعلاقة حب جارفة أو تعزيز علاقة حالية أو إعادة يعني هيك إنك مصالحة في علاقة متوترة أو إصلاح علاقة كانت فيها بعض التوتر بالنسبة لموليد برج الميزان على الرغم من رغبتكم الظاهرة أو الدفينة في إدارة الأمور أو قيادتها هاي الفترة بتكون في كثير من المحاور الجيدة وهيكي بكون عندك ميول لنوع من التشاركية والتبادل بالآراء بتكون أفكارك ذات صدى كبير لا سيما في وسطك العملي ممكن تجد نفسك بتقود مشروع أو مجموعة من الأشخاص في حوار أو جلسة أو نشاط ورح تصلوا لأهداف مرضية ممكن تجد نفسك ميال للنظام والقوانين الواضحة عاطفيا يعني بتشعر بقوة العاطف والرغبة بالتواصل مع الشريك في كثير من موليد برج الميزان ممكن يهتموا بديكور بيت دخال فرحة على البيت أو عقار جديد أو استئجار بيت جديد يعني تنصب كلها على المسائل العقارية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا هاي الفترة الأنسب للتنقلات اليومية السريعة حضور الأمسيات الندوات زيارة المكتبات فترة جيدة للطلاب لتدعيم مكانتهم الدراسية والدفع قدما بمصالحهم وتعويض ما تراكم من دروس كمان هاي فترة جيدة للتجارة وتبادل البضائع والحصول على مكاسب كثيرة عندك القدرة على الوصول لأهدافك بأقصر الطرق بيجعلك عطارد تبحث عن حقيقة الأشياء ومعناها الواضحة ممكن بعض موليد برج العقرب يشتروا سيارة جديدة أو يبدلوا سيارتهم أو يعملوا صيانة لسيارتهم وبرضو مشتريات إلها علاقة بالأجهزة الإلكترونية بتكثر لموليد برج العقرب بهاي الفترة والسفريات أيضا أما عاطفيا بتجد نفسك متسامح ميال الاستماع لشريك العاطفة وبتغض الطرف عن بعض أخطاؤه برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا عندك كثير من الهواجس في هاي الفترة حول كيفية تحصيل المال ممكن يعني تصل لكثير من الطرق والوسائل لتحقيقها بتعمل على مراجعة ميزانيتك حزاباتك المختلفة كثير من المعاملات المالية أو العقود المصرفية أو البنكية الجيدة برضو في هاي الفترة بتديرها بشكل جيد بعض اللقاءات الهامة اللي ممكن تطرح فيها بعض المشاريع أو الأفكار اللي ممكن تتحول لمشروع حقيقي في المستقبل القريب كما أنه يعني عاطفيا بتنعم بالكثير من المشاعر اللي بتتعلق بالحب على الرغم من التوتر والضيق اللي بتشعر فيه أو شعرت فيه بالفترة الماضية وهناك بعض اللقاءات الحميمية أو الحميمة اللي بتدخل السرور لنفسك برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا عطارد لما يكون موجود عندك بيدعم القدرة على الإقناع امتلاك ناصية الحوار الرغبة في الدخول في حوارات مختلفة بيكون لك فيها الدور الأبرز كما أنها بتكثر عندك الاتصالات اليومية الممتعة فضلا عن كثير من اللقاءات الغنية اللي بيتوضح من خلالها مشروع كنت بتفكر في تنفيذه كما بتميل للقراءة والمطالعة وتنمية مهاراتك العقلية وهذه فترة جيدة للدراسة والتحصيل العلمي هاي الفترة بتكون من أفضل الفترات بالنسبة لإلك لمعرفة ما تريد بالضبط عاطفيا بتجد نفسك مليء بالمشاعر الجياشة اللي بتتناوبها الانفعالات وشوي بعض الضيق أحيانا يعني الحب الجارف والشوق الكبير والتقلبات هاي برضو بتسيطر عليك بشكل كبير يعني تعتبر فترة مميزة بالنسبة لإلك حاول تستغلها قبل بداية التراجع برج الدلو بالنسبة لما أوليد برج الدلو يعني في خلال الفترة هاي بتبتعد عن الأمور السطحية وتنجذب بشكل كبير لكل ما هو غامض وعميق إن كان في قراءاتك أو في علاقاتك بتبتعد عن الأشخاص السطحيين بتنفر منهم وممكن تواجه أحدهم في حديث حاد بتميل الغوص عميقا في مسائل الشائكة اللي بتشغل تفكيرك ممكن تتساءل عن جدول أشياء ومعانيها بتحاول الوصول لأجوبة واضحة ممكن تتحول هاي تساؤلات لكتاب أو محاضرة قيمة إذا كنت من الكتاب عاطفيا بتشعر بأنك بتميل العلاقات ذات الطبيعة العميقة بعيدة التأثير في مشاعرك وبتبتعد عن العلاقات السطحية برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا فترة مميزة تعتبر بالنسبة لك مميزة بالعلاقات الاجتماعية اللي بتطبعها الحوارات الخلاقة ممكن ترفع عن نفسك أو تخرج للقاء الأصدقاء وحضور السهرات المفرحة بتبحث عن الأماكن اللي بتناسب أفكارك تماما طبعا اللي بيكونوا بيعملوا في مجال الفنون والأدب فتعتبر هاي الفترة الأفضل لتدفع بها للأمام وتحقيق نجاحات واضحة وشعبية كبيرة لدى الوسط المحيط بتكون الأضواء مسلطة عليك في هاي الفترة بتكون كل الأمور في مصلحتك ممكن تحس أن صحتك بتعود تلقائيا لحالتها الأفضل عاطفيا فترة جيدة وفيها كثير من المفاجآت السارة هيك بنكون انتهينا من حلقتنا من الأخبار الفلكية طبعا فينا حلقة أخرى اللي هي ما قبل 13-12 عشان نحكي عن التراجع إن شاء الله وتحذيراته والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر